أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة شراكة صناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وذلك يأتي بالإضافة إلى تشجيع دور شركات القطاع الخاصة بالدول الثلاث في تحقيق تنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في ظل تحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وذلك استعدادا للاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية والذي سيعقد بالقاهرة غدا برئاسة وزراء الصناع والتجارة بمصر والإمارات والأردن بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يوليو